الحمامة بادت اربع بضات تعالى وانا اقول لك ازاي الحمامة تبيض اربع بضات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام موضوع النهاردة الحمامة بادت اربع بضات موضوع الحمامة بادت تلاتة او اربع بضات الموضوع ده اتكلمت فيه اه وناس كتير اتكلمت وقنوات كتير اه وكل واحد يطلع يقول لك على وصفة تخلي الحمام يبيض اربع بضات وخمس بضات وتلات بضات كلام من ده طيب انا قلت انا كنت عملت فيديو اه من مدة طويلة عن موضوع الاربع بضات ده طبعا في الفيديو انا كنت نكرت خالص ان فيه حمام بيبيض تلاتة واربع بضات طيب ايه اللي خلاني اتكلم في الموضوع تاني قلت اني مفيش نتابة بيض اكتر من بطين اه لكن اه بعد مدة طويلة لقيت اه تعليق من حوالي اسبوعين اه بيقول لي اه احب اقولك اه بطل الغواية علشان فيه حمام بيبيض تلاتة وهم محبوسين اه مش سايبين واول شغلي لهم كمان اه اي خدمة يعني الراجل يشكر بيعني بينصحني بيقول لي اي خدمة كتر خيره يعني اه رجاء كتب تعليق تاني بيقول لكن لو اربعة يبقوا من تايتين قال ان هما عنده بيبيضوا تلاتة في الاول وان هما محبوسين واول شغلي ليهم اه لو اربعة يبقوا من تايتين طبعا عملت له اعجاب وقلب زي ما بنعمل لكل التعليقات كمان وقلت له اشكرك لزوءك قلت له اشكرك لزوءك اه طبعا لان هو الراجل بيتكلم عن جهل او هو مش عارف او مرحوق عليه فهو مربي انتايتين وهو مش عارف لكن ردت عليه قلت له لما الثلاث بضاعة يفقسهم قولي رد علي وقال لي ايه واحنا ملنا في قولي يفقسهم وما يفقسوش ايدي بتاعت ربنا بس باضة تلاتة واربعة ما تزعلش نفسك انا متزعلان والله ما تزعلش نفسك وممكن اتنين يطلعهم واتنين لا وفي اربعة ايام كل يوم تنزل بيضة واحدة كل يوم بتنزل واحدة طيب اه طبعا قولت ان هي باضت اربعة وكل يوم بتبيض واحدة يعني بتنزل واحدة كل يوم بتبيض بيضة مفيش حمامة بتبيض كل يوم يعني لو هي حتى هتبيض البطن بس مش هتبيضهم في يومين وربعة كل الناس طبعا الغوال قدام عارفين الكلام ده الحمامة هتبيض اول يوم وتريح اليوم التاني وترجع تبيض اليوم التالت البيضة التانية ردت عليه قلت له ايه نتايتين بس طب ايه اللي خلاني متأكد انهم نتايتين الراجل بيقول تلات بيضات وتاني يوم قال ان هما اربعة كل يوم بتبيض بيضة مفيش حمامة بتبيض كل يوم بيضة مفيش حمامة بتبيض كل يوم الحمامة بتبيض يوم وتريح يوم وتبيضت يوم التالت البيضة التانية. تمام? يبقى نستنتج من كده ان الراجل ده حابس نتايتين على انهم ذكروا انتاية. عافش ان كان شاريهم لسه ولا هو مش عارف الذكر من النتاية. المهم ان هو حابس نتايتين. آآ النتايتين طبعا بيسموهم اتجوزهم بعض. بيسموا نتايتين عشقين. آآ وبعض والنتايتين بعضهم. والدليل على كده. قلت له لما البيض يسقس قولي. لاني متأكرا انهم نتايتين وطبعا البيض هيطلع فارغ. هو مفهمش طبعا الكلمة دية اللي انا بقوله لما يفقسهم فقالي ايه? ده حاجة بتاعت ربنا. ونعمة بالله احنا ما قلناش حاجة لكن هما نتايتين. لما يكونوا نتايتين هيطلع البيض فارغ طبعا. وانت هتقولي البيض فارغ. وعندك مشكلة البيض الفارغ لكن هما نتايتين. آآ وارسلت له في النهاية آآ روابط لفيديوهات لأحد آآ اصحاب القنوات الحمام المشهورين. يمكن يقتنع بكلامه اللي هو طبعا بيأكد على كلامي وبين فيه ان في حمامة بتبيض اكتر من بطان. آآ يمكن الراجل مش مقتنع ان هو بكلامه واقتنع بالقناة تانية. ما عادش رد عليها الحقيقة يعني. ولقالي ان كان البيض فقس ولما فقسي. هو ما عادش رد علي لما بعدت له رابط من القناة تانية. ما عادش رد عليها. آآ النتاية بتبيض اتنين يا جماعة بتبيض بطان اتنين واحيانا بيضة واحدة لو انت مش مهتم بالحمام ومش بتأكله كويس. وبتحط له التحديق المناسب. آآ وانا من خلال هذه الفيديوهات ارجو من القناة اللي عملت فيديوهات. القناة اللي عملت فيديوهات بتقول ان عندهم الحمام بيبيض آآ تلاتة واربعة وخمسة. ليه هو حضرتك مرب فرخة يعني لمؤاخزة? الحمام ما بتبيض بطان اتنين بس فقط مفيش اكتر من ان بطان اتنين. ده لو هي صحتها كويسة وانت مهتم هتبيض اتنين. وممكن تبيض بيضة واحدة لو الحمام ما انتاش مهتم بيه. شوف كمان ازاي يعني بيضة واحدة. احنا بنعمل كل حاجة علشان يخليها تبيض البطان. مش تلاتة ولا اربعة. وكمان آآ يا ريت يكونوا البطان مخصبين. ده اللي احنا بنتمناه وبنرجوه من ربنا. مش اكتر من كده ان هو تلاتة واربعة وخمسة والكلام اللي هو آآ ما يجيبش همو ده. آآ الناس اللي بتعمل آآ جماعة يرجوا نفسهم اللي بيعملوا الفيديوهات دي لان كده بيقدموا للناس محتوى مضلل. الناس اللي يقولوا تلاتة واربعة وخمسة. يقدموا للناس محتوى مضلل من اجل تحقيق مشاهدات. وممكن يكون مش عارف. او ممكن يكون هو الراجل بيعمل الفيديوهات دي. او الست اللي بتعمل فيديوهات تقول تلاتة واربعة وخمسة. يكون عن جهال. انا اتمنى منهم ان هما يحزفهم آآ الفيديوهات دي. لان دي الكلام ده غلط. ويسألوا في الكلام ده. ويتأكدهم لو حتى يعني من معظم العلماء حتى مش هنقول لك من ايه. ومهما تكون سلالة الحمام يا جماعة. مهما يكون نوع الحمام او سلالته مافيش اكتر من بطان. يبقى هو يبقى هو كويس قوي 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 ومربي ناجح لو خلى الحمام يبيض البطان. آآ وكده نتمنى من هذه القناة حسب هذه الفيديوهات اللي هي بتقول حمامتي او حمامه بيبيض ثلاثة او اربعة او خمسة. اه كل ما عليك انت بقى كمربي تعرف تتأكد ان انت تعرف ان الحمام بيبيض البطان وتحفز على البطان. انك تهتم بالتحديق. التحديق اللي زي كده هنعملنا قبل كده في فيديوهات كتير سيبلكوا الرابط بتاعه. ده لازم يكون متوفر قدام الحمام. باستمرار. اهم من الاكل والشرب. ده يكون موجود دايما قدام الحمام. تمام? ده كل ده علشان يبيضوا البطان. وطبعا علشان البطان يكونوا مخصبين. انك انت لو البيض فارغ احنا عملنا الحلول دي كلها. علشان لو البيض فارغ. طيب انا هوريكم اه بعض الحمام اللي عندي ونشوف برضو الحمام بيبضأت بايه? هنشوف اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين اهو. تمام? ده اتنين كده فضل وعدل من عند ربنا. يعني كده احنا بنسميه بنقول نجاح. وادة زغلولين. كمان? وادة. شوف كده. بسم الله ما شاء الله. اتنين. اتنين. انا ممكن احط التالتة. وادة اتنين زغلول اهو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نشوف تاني. هنا زغلولين. زغلولين هم. شوف حضرتك هنا. ده كانوا بطين. كسرت واحدة. وده اتنين. وهنا اهو. زغلولين. وهنا اتنين. اهو. تمام. نشوف هنا اتنين. ان شاء الله. شوف كده. اتنين. مفيش حد شاف تلاتة خالص. يا جماعة انا بربي من اكتر من اربعين سنة. ما شفتش اللي بط تلاتة كنا زمان يبيض عندنا. اه نلاقي اربع بضات زي ما هو حضرته شاف كده. ونفتكر ان هما الحمامة بضت اربع بضات. وهما نتايتين. يطلعهم البض فارغ. واحنا ما كناش عارفين ان هما نتايتين. لكن لما عرفنا. اتأكدنا ان ما فيش حمامة بتبيض اكتر من البطين. يبقى اللي اربع بضات او تلات بضات تعرف ان حضرتك ميتايتين بيضين مع بعض. خلاص? الكلام كده منتهي. نشوف كده. بيضة واحدة اهو. في بيضة كمان زي ما اقول. هنا ما شاء الله بيضة فقست وبيضة لقه. هنا زرللين اهو. هنا بطين اهو. تمام? نشوف هنا تقول لي هنا تلات زغليل ايو انا كنت محضن تلات بيضات مع بعض. انا ساعت بعمل كده. اهو تلات بيضات. تلات زغليل. بس انا بس اعدهم بايدي بزرات بايدي. يبقى كده تأكدنا ان ما فيش حمامة بتبيض تلاتة او اربعة او خمسة. لازم تكون مقتنع بكده. واللي عنده كلام تاني يقول لي. وبلاش انا ما تصدقنيش اسألهم الناس بتاع القناوات الكبيرة اللي اكبر مني انا قناة صغيرة مهما كان. لازم نعترف. اسألهم الناس تقول القناوات الكبيرة ممكن تصدقوه. اه طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.